سأدينا نتيب حضراتكم دلوقتي مع موجز لأهم وآخر الأنباء مع هالة تفضلوا هالة شكراً فسان الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق معرض مصر الدولي للطيران والفضاء في نسخته الأولى بمطار العالمين الدولي وتفقد الرئيس السيسي أجنحة ومعروضات الشركات الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض ويقام المعرض تحت رعاية الرئيس السيسي بمشاركة 300 شركة وجهة من مصنع الطائرات وصناعات الفضاء حول العالم تمثل أكثر من 100 دولة إلى جانب ممثل العديد من المنظمات الدولية والإقليمية في مجال صناعة الطيران والفضاء هذا وقد شهد الرئيس السيسي عرضاً جوياً بمطار العالمين الدولي على هامش افتتاحه معرض مصر الدولي الأول للطيران والفضاء حضر العرض القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد سقر ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة معدد من الوزراء ورجال الدولة وممثل الشركات والدول المشاركة في المعرض تنتلق اليوم في العاصمة الصينية بكين أعمال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي يحضر منتدى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قادة الدول الأفريقية وممثل المنظمات الإقليمية الأفريقية والمنظمات الدولية الذين تمت دعوتهم إلى القمة وأكدت بكين أن منتدى الصين وأفريقيا سيكون أكبر حدث ديبلوماسي تستضيفه منذ وباء كورونا إذ يتوقع أن يحضر أكثر من عشرة قادة ووفود أعربت الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتصريحات الإسرائيلية بشأن محور فلادلفيا والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية وأكدت الخارجية السعودية تضامنها ووقوفها إلى جانب مصر في مواجهة تلك المزاعم الإسرائيلية محذرة من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية وما لها من تبعات في تقويد جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة وبدورها أربت الخارجية الكويتية عن تضامنها مع مصر ورفضها للتصريحات الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال في محاولة بائسة لإقحام اسم مصر بهدف تشتيت الانتباه عن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني وعرقلة جهود الوساطة وأكدت الخارجية الكويتية في بيان على وقوف الكويت إلى جانب مصر في مواجهة أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي لتدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك لوضع حد للتجاوزات والانتهاكات المتواصلة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق دول المنطقة أعلن البيت الأبيض أن واشنطن تعمل على مدار الساعة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تواصل محادثاتها ومشاوراتها مع مصر وقطر بشأن الخطوات التالية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مشيرا إلى أن واشنطن تريد أن تنتهي الحرب وأن يعود المحتجزون إلى عائلاتهم استشد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته أنحاء متفرقة في قطاع غزة وجراء غارات الاحتلال استشد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف على مدينة غزة كما استشد فلسطينيين وأصيب حوالي ثلاثين في قصف للاحتلال استهدف كلية نماء شمال مدينة غزة فيما أصيب عدد آخر جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في حي الشجاعية بالمدينة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة في الخامسة عشر من عمرهما وقد تمت الاعتقالات بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما في سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العزة شمال بيت لحم حيث شنت حملة دهم وتفتيش على منازل مواطنين فلسطينيين وقد أسفرت العملية عن اندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت لتفريق تجمع الفلسطينيين هذا واندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في تل أبيب وخلال الأيام الماضية شهدت مدن تل أبيب والقدس المحتلة وعدد من البلدات مظاهرات حاشدة للمطالبة بصفقة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين بقطع غزة كما طالب المتظاهرون باستقالة حكومة رئيس الوزراء بين يمين نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يومصر بعد الفاصل